حياتكم الله مشاهدين إلى آخر موضوعاتنا لهذا المساء وبالتحديد مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتحديدا مع مركز الشارقة للتواحد حيث استقبلت المدينة وبالتحديد مركز الشارقة للتواحد التابع لها الطلبة من ذوي الإعاقة لانطلاق العام الدراسي الجديد وذلك وفق اتخاذ جميع التدابير الوقائية حرصا على صحتهم وسلامتهم بما يتماشى مع توجيهات وزارتي الصحة والتربية والتعليم نتابع هذا الفاصل الخاص بمركز الشارقة للتواحد ولنعودة للحديث أكثر حول عودة الطلاب ترجمة نانسي قنقر شارقة للتواحد أكثر يسعدنا نرحب معنا في استوديو أماسي بدكتورة سيهام الحميمات مدير مركز الشارقة للتواحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حياتي الله دكتورة مساء الله خير أهلا وسهلا مساء النور أول شيء مبارك لكم ألف مبروك انطلاقة العام الدراسي اليديد وعودة الطلبة والطالبات للمدينة ولمركز الشارقة للتواحد بشكل أخص الله يبارك فيك يا رب خلينا نتحدث عن استقبال المركز للطلبة والطالبات يمكن في انقطاع طويل حدث تقريبا لمدة عامين انصح تعبيرنا والآن يعودون مجددا كيف تقرر بالأساس عودة الطلبة والطالبات من ذوي التوحد للمركز الحمد لله يعني عودنا والعودة أحمده كان مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كان لابد منه ضمان عودة آمنة وسليمة للطلاب وسلسة من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت وجود الطلاب أو التحاقهم في الدراسة بشكل سليس و بشكل آمن من خلال سلسلة أو مجموعة من الإجراءات التي قامت فيها حتى نحافظ على هذا الالتحاق بشكل سليس و بشكل أسهل دكتورة بما أنت ذكرت هذه الإجراءات والتدابير الوقائية ما هي أبرز الإجراءات الاحترازية التي اتخذتهمها حتى تكون العودة سليسة مثل ما ذكرت حضرتك اتخذت المدينة الشارقة للخدمات الإنسانية و مركز الشارقة التوحد مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أدت إلى تخفيف من حدة الإصابة أو انتقال العودة في فيروس كورونا من هذه الإجراءات بالبداية تم وضع دليل شامل هو دليل العودة الآمنة للجزء الثاني أو الدليل الثاني المعدل حتى نضمن عودة آمنة للطلاب هذا الدليل احتوى على مجموعة من الإجراءات هذه الإجراءات ساهمت في وضع قوانين وأنظمة وتعليمات خاصة بالتحاق الطلاب أو الموظفين للمركز من هذه الإجراءات سواء كانت الإجراءات على مستوى الصفوف أو على مستوى تناول الأنشطة تناول الوجبات مناطق الألعاب كل هذه المناطق تم تحديدها بشكل آمن وسلس حتى يكون هناك فيه التحاق آمن وسلس للطلاب نعم إن شاء الله يا رب يقضون عام دراسي جميل جدا بعد انقطاع طويل نتمنى لهم كل التوفيق بالتأكيد لكن دكتورة سيهام يمكن نتحدث عن وضع الطلبة من دويل التوحد نحن نعرف طبعا بعد هذا الانقطاع الذي دام تقريبا لمدة عام ونصف لابد من تأهيل الطلبة والطالبات حتى أنهم يعودون للمركز نحن نعرف أن التعامل مع المصابين بالتوحد أو من دويل طيف التوحد ليس بالسهل أبدا أكيد عملية الإقناع بالعودة للمركز وعملية الإقناع بالانتظام أيضا في الدراسة في المركز كيف تعاملتوا مع هذا الأمر؟ خلال السنتين الماضيتين خلال الجائحة كان هناك أنظمة التواصل حققتها مدينة الشارق الخدمات الإنسانية ومركز الشارق التوحد مع الطلاب من دويل الترابط في توحد وأسرهم من خلال عدم انقطاع فالطلاب كانوا بشكل دوام هاجين يعني في طلاب كانوا بدوموا بشكل جلسات فردية أو على مدار يومين بالأسبوع وكان في عنا طلاب بلتحكم من خلال الجلسات اللي عن بعد أو عن طريق تطبيقات الذكية ويتم التواصل بشكل مستمر مع مع الطلاب أو أهليهم فكان هناك تواصل مستمر فما ظهر أي تحديات خاصة في هذا التواصل وكان يتم معالجة أي تحديات سلوكية واردة عن طريق المتابعة بشكل مستمر مع الأسرة يمكن الطلبة اللي كانوا ملتحقين من قبل أو الطلبة والطالبات اللي كانوا ملتحقين من قبل المركز أسهل التعامل معهم من طلبة المستجدين أكيد هناك طلبة وطالبات المستجدين لأول مرة رح يلتحقون إن شاء الله هذا العام بالمركز هؤلاء أعتقد في أخرى شوية في التعامل ويمكن حتى في طريقة الاستقطاب والجذب للانتظام في المركز دكتورة صحيح؟ أكيد مركز الشارق التوحد ذو طابع يعني ترفيهي وعلاجي وتعليمي فالمركز يتميز بوجود كادر متخصص قادر على التعامل مع الطلاب من ذو والترابط في التوحد وفق استراتيجيات ممنهجة قادر على استقبال الطلاب بحيث يكون وجودهم بالأيام الأولى وخاصة الطلاب المسجدين أو طلاب الجدد يكونوا خبرات ترفيهية خبرات تعليمية خبرات جاذبة لهم تساعد على استقبالهم بشكل بسيط وسلس وأسرع الفئات العمرية يمكن إذا ما تحدثنا عن المركز بشكل موسع وعرفنا يمكن أستاذ المشاهدين على هذا المركز وما هي الفئات العمرية التي يستقبلها هذا المركز شو هي الفئات العمرية التي يستقبلها المركز وهل تقبلون مثلا بأطفال كانوا ملتحقين ربما لمراكز أخرى أو منشآت أخرى أنصح تعبيري تمام مركز الشارقة يتوحد باستقبل الطلاب من عمر خمس سنوات لستطاشر سنة الفئات العمرية من 5 إلى 12 سنة بيكونوا في المركز الرئيسي وعندما من 12 سنة إلى 16 سنة بيكونوا فرع الشباب أو بيت الشباب اللي هم بيكون هدف هو تأهيلهم وتدريبهم على المهارات المهنية والتأهيل المهنية الطلاب اللي بيكونوا من 5 سنة إلى 6 إلى 12 سنة بيكونوا لتعليمهم وتدريبهم على المهارات الأكاديمية والمهارات الوظيفية والعلاجية ومهارات التواصل ومهارات العلاج الوظيفي وأيضا إلى ذلك من الخدمات يتم تقديمها للطلاب جميل هل يستقبل المركز؟ أعتقد أن هذا السؤال يرد إلى أذهان الكثير من أولياء الأمور يمكن أن يتابعوننا هل يستقبل مركز أطفال أو طلبة متحقين بالأساس بمدارس عادية أو من خريطين ربما في مدارس خاصة لكنهم أيضا يعانون من التوحد أو من طيف التوحد طبعا أكيد مركز الشارقة التوحد له تجارب كبيرة مع الطلاب المدموجين في المدارس النظامية فعندنا عدد كبير من الطلاب المؤهلين للدمج وطلاب مرشحين للدمج وطلاب مدموجين أصلا في المدارس فيتم متابعتهم من خلال عندنا وحدة خاصة بالدمج في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هي وحدة متخصصة لمتابعة الطلاب المدموجين وكمان هي بتساهم في متابعة الطلاب التي هلأ بكونوا على مقاعد الدراسة فدائما نحن حرصين على يكون هناك دمج متابعة من قبل مدينة الشارقة ومركز الشارقة التوحد جميل هؤلاء الطلبة التي في الأساس نتكلم عنهم يعني أنهم مدموجين في الأساس بمدارس خاصة أو حكومية لكن ماذا عن الطلبة التي ذكرت حضرتك أنه يتم تأهيلهم وطلبة يتم ترشيحهم كذلك للدمج هؤلاء كيف يتم التعامل معهم؟ وهل كل الطلبة من الممكن تأهيلهم وطالي ترشيحهم للدمج في المدارس العامة؟ هلأ في مركز الشارقة التوحد نحن حرصين نوفر فرصة وتكافى فرص للطلاب من خلال إجراءات تقييمات مناسبة لهم بتفحص قديهم قادرين على الدمج وممكن ندمج هؤلاء الطلاب من خلال اختبارات معينة ومن خلال استمارات معينة يتم تطبيقها للطلاب حتى يتم اكتشاف إذا كانوا قادرين على انتظامهم في مدارس نظامية أو لا إذا تم تبين قدراتهم وتأهلهم للانتظام في مدارس نظامية يتم تكثيف الخدمات الأكاديمية والتحاقهم في غرفة خاصة بالدمج ومن ثم إلحاقهم في المدارس النظامية ومتابعتهم في هذه العملية جميل طبعا ذكرت حضرت شنة الفئات العمرية الأصغر لين 12 سنة يتم تأهيلهم بشكل أكاديمي المناهج المقدمة دائما فيها كل يوم شيء جديد سواء كان بالنسبة للطلبة من ذوي التوحد أو طلب الأشخاص العاديين اللي يذهبون للمدارس الحكومية والخاصة كيف تم متابعة هذا التطور هذا التقدم المستمر في المناهج المقدمة لهذه الفئة بشكل خاص ربما وهل كيف يحتوي أي مناهج أو كيف تختارون منهج بحد ذاته دون عن غيره من المناهج زي ما حكيت بالبداية أنه التقييم النفسي التربوي أو التقييم الأكاديمي اللي يتم للطلاب بشكل مستمر تقييم في بداية الفصل الدراسي أو في وسط الفصل الدراسي وكما فيه تقييم ختامي يحدد قدرات الطفل للنقاط القوة عنده وكما نقاط الاحتياج على أساسه يتم تحديد المنهج المناسب للطفل أكيد إحنا ممكن نتبع مناهج الوزارة التربية والتعليم وكما مناهج إضافية بتساهم في رفع مستوى أداء الطفل حتى نأهله لعمية الدمج جميل يعني تستخدم مناهج وزارة التربية والتعليم؟ نظامية دكتور سهام أعتقد أنه ليس بالسهل أبدا التعرف على احتياجات كل طالب أو طالبة من ذوي التوحد كل منهم له احتياج في منطقة معينة أو في مكان ما ولذلك هم بحاجة دائما إلى جلسات خاصة سواء كان في التعليم أو التأهيل أيضا كيف تم هذه العملية؟ ما يتتابعون بالتحديد من إجراءات حتى تم هذه العملية بشكل سلس ويستفيد منها كل طالب دون عن غيره؟ يعني مراعاة الفروق الفردية مهم جدا فيما يتعلق بذوي التوحد أكيد التحاق الطالب في مركز الشارق للتوحد في البداية يكون بناء على تشخيص للطالب أن يعاني من الترابط في التوحد حتى نحدد البرنامج التربوي الفردي للطفل أو البرامج اللي يأخذها خلال دوامه في المركز أكيد نحن لديه تقييم نفسي التربوي هذا التقييم النفسي التربوي يحدد نقاط القوة للطفل ونقاط الاحتياج على أساس يتم وضع برنامج شامل وبرنامج خاص أكيد الطلاب من ذوي الطرابط في التوحد أو طلاب الذوي الإعاقة بشكل عام هم دائما بحاجة لبرنامج تربوي فردي أو برنامج خاص يتم التعامل ببناء على احتياجاته فبناء على هذه الاحتياجات يتم تحديد البرنامج ويتم التعامل ببناء عليه من خلال أشخاص متخصصين بالتعامل مع الفئاتها جميل أيضا ذكرت في معرض حديثة دكتورة أن المركز هو مركز تعليمي وترفيهي هناك العديد من الأنشطة وساحات للعب ومساحات لأطلاق العنان يمكن لكل الطاقة الموجودة داخل الأطفال ليظهرها في المركز خلينا نتكلم عن الأنشطة الترفيهية اللي المركز يوفرها بحيث تكون ترفيهية تعليمية في الوقت نفسه شو هي هذه الأنشطة وشو طبيعتها؟ حريصين في مركز شارقة توحد على وجود العديد من الأنشطة الترفيهية اللي بتساهم في تنمية المهارات وتنمية المواهب عند الطلاب من ذوات رابطة في التوحد مثل الأنشطة اللامنهجية مثل إسباحة والخيل مثل جلسات العلاج بالموسيقى تعتبر جزء هام وأساسي في المركز مثل جلسات التدريب على مهارات الاسترخاء كمان حتى انساهم في أنه يكون فيه أوقات فراغ وأوقات استرخاء للطلاب فيوجد العديد من البرامج أو الأنشطة اللامنهجية وأيضا بالإضافة للأنشطة الخارجية والرحلات الافتراضية التي تم استحداثها في المركز نتيجة الظروف الحالية جميل جدا لكن إن شاء الله في المستقبل تكون في رحلات واقعية أكيد بإذن الله بعد ما تمر هذه الظروف والجائحة بإذن الله أيضا لو تحدثنا عن الفئة العمرية الأكبر من 12 سنة هذه الفئة تحدثت أيضا حضرتك عنها وذكرت أنه يتم تأهيلها مهنيا للمستقبل بإذن الله كيف يتم هذا التأهيل المهني كيف تكتشفون عند الطفل الذي موجود أساسا من قبل 12 سنة في عمر أصغر كيف تكتشفون أنه عنده ميل معين لإبداع معين في مهنة معينة ربما بالتالي يتم توجيهها لها أثناء التعامل مع الطفل بشكل يومي من خلال المختصين أو المعلمين أو الكادر مركز شارقة التوحد يتم دائما من خلال الخطط ومن خلال البرامج التعرف على الطلاب اللي بيكون عندهم مواهب أو عندهم ميول مهنية مختلفة وطبعا أنا أكيد قوائم لقياس الميول المهنية عندنا اختبارات حتى تحدد الجوانب القوة عن الطفل أو الطالب أو الجوانب الاحتياج عنده على أساسها يتم تحديد المهن المناسب للطالب في بيت الشباب عندنا مجموعة من المهارات المهنية أو الأعمال المهنية اللي ممكن الطفل أو الطالب أن يمارسها مثل صناعة العطور صناعة الرسم على الزجاج الرسم والفنون كل هذه مهنة ممكن الطفل أو الطالب يدرب عليها حتى يكون مؤهل للانتقال لمرحلة أكبر جميل نحن في المرحلة السابقة يعني تحدثنا كيف كان المركز متواصل حقيقة مع الطلب والطالبات لكن عن بعد نظرا لظروف الجائحة الجائحة كان تحدي كبير جدا لكل مناحي الحياة ويعني خصوصا بالنسبة لهذه الفئة أعتقد أنه واجهته تحدي كبير جدا في استمرارية التواصل معهم استمرارية التعليم لهم عن بعد تأهيلهم عن بعد حدثين عن هذا الجانب الدكتورة شو هي أبرز إنجازات المركز خلال الجائحة وأيضا هل تمت ربما الاستفادة من طرق التواصل هذه أثناء الجائحة وتم تطبيقها أيضا في الوضع الحالي أكيد أثناء الجائحة كنا مرينا بالعديد من المراحل وأكيد مرينا بكثير من الخطط المستقبلية لحتى التعاون مع هذه وحتى علمتنا هذه الجائحة كيف ممكن إحنا ندير البرامج بشكل مختلف صحيح خلال فترة الجائحة كان في عنا تواصل مع أولياء الأمور بشكل مكثف تدريب لأولياء الأمور كيفية التعامل مع أبنائهم صحيح فدربنا أولياء الأمور كيفية التعامل مع أبنائهم كيفية التعامل مع التحديات السلوكية اللي ممكن هم يواجهوها في المنازل فكان تواصل بشكل كبير كنا قادرين على الوصول للطالب في المنزل من خلال برامج أو برامج الافتراضية. وسائل التواصل الافتراضية. سواء كان عن طريق الزوم أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الحصص التزامنية. يعني وسائل متعددة. وسائل متعددة حتى نوصل الطفل ويتم تدريبه. وكان الأسرائل لهم دور كبير أنهم يدعموا هذه البرامج ويساهموا معنا في هذا التواصل. جميل. لكرتي حضرتك أيضا دكتورة. وتحدثت عن تدريب أولياء الأمور خلال الجائحة على استخدام برامج عدة وتدريب يمكن أبنائهم وتأهيلهم. أعتقد أنها تمت الاستفادة من هذه المرحلة في المرحلة الحالية وأيضا في المستقبل. صاروا أولياء الأمور مؤهلين أكثر للتعامل مع كافة الظروف. وليستكمال دور المركز في المنزل. لأن هذا شيء ضروري جدا. من الضروري استكمال ما يقوم به الطفل في المركز أو كل ما يتعلمه. أيضا أنه يستكمل من قبل ولي الأمور في المنزل. كيف تشتغلون على هالأمر في المستقبل أيضا؟ أكيد. مركز الشارقة التوحد وضبعا مضمن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تم استحداث منصات تعليمية منصة تعليمية الإلكترونية خاصة بتعليم الطلاب من ذو الترابط في التوحد. أو ذو الإعاقة بشكل عام. من خلال تصوير العديد من الفيديوهات التعليمية والتدريبية. كيف تتعامل مع الطلاب من ذو الترابط في التوحد؟ هذه الفيديوهات التعليمية التي كانت المعلمين يصوروها ويزودوا فيها الأهالي كان دليل لهم ومرشد كيف تتعامل مع أبنائهم سواء كان في مجال التعليم أو التدريب أو مجال التحديات السلكية. أعطتهم خبرة حتى أنهم في مثل هذه الظروف أو أي ظروف ممكن لاحقا يتعرض لها أي حدا أن يكونوا قادرين على التعامل مع أبنائهم في مثل هذه الظروف؟ دكتورة يمكن أننا من خلال اليوم برنامجنا نحب أن نشجع أولياء الأمور التي يشاهدوننا اليوم على انطلاق الحياة مجددا اليوم نقدر أن ندلع الوضع الذي نحن فيه أصبحنا في مرحلة التعايش مع الجائحة ولا بد من عودة الحياة إلى مجاريها عودة الطلاب كذلك إلى المدارس هذا أكبر دليل على أننا فعلا نعيش مرحلة التعايش فشو تقوليني ممكن لأولياء الأمور اللي اليوم يتابعونا أو يشاهدونا حتى اللي عنده طالب أو طالبة لا كمتخوف أن يخليهم يتحقون بالمركز مرة أخرى أو حتى اللي عنده طفل أو طفلة من ذوي التوحد لكن ليس متشجع أنه يلحقهم بالمركز الحمد لله وصلنا لمرحلة كبيرة وجهد كبير للوصول لمرحلة التعايش مع الفيروس كورونا والظروف الحالية فنلاحظ أن الحياة عم ترجع طبيعية بشكل كبير فنتمنى نكون سنة دراسية وعام مليء بالخير وبالعطاء وبالنجاح إن شاء الله لكل الطلاب ولكل أولياء الأمور وأنا بشجحهم دائما بشكل مستمر اللي متخوف أنه الأكيد نحن متعامل ضمن إجراءات احترازية وضمن تعليمات معينة في التعامل مع الفيروس كورونا سواء كان من خلال إجراء الفحوصات الدورية للكادر كادر المركز أو كادر مدينة الشارق لخدمات الإنسانية وكمان من خلال إجراءات الخاصة بالبيئة الصفوف وبيئة العمل حتى نضمن سلامة الموظفين وأيضا سلامة الطلاب اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية فالأمور الحمد لله مطمئنة ونشجع كل الأولياء الأمور على إجراء الفحص البي سي آر قبل الالتحاق أو المركز وكمان أخذ مطعوم كمان اللي ما أخذ أو ما استكمل الجرعات أن يأخذ الجرعات حتى أن الحياة ونوصل لمناعة مجتمعية مئة بالمئة إن شاء الله فأتمنى الخير لجميع أكيد يا رب إن شاء الله نرى الحياة تعود إلى طبيعتها بتأكيد وهذا إلى جانب أنه مهم جدا أن الأطفال من ذوي التوحد يكون لهم كم مركز يندمجون فيه مع الأطفال الآخرين يتعلمون في مهارات عديدة الجانب الأكاديمي كذلك أيضا مهم بالنسبة لهم يمكن أكثر من غيرهم من الطلاب ولذلك مهم جدا بالفعل أن يعودون هذه الأنشطة اللاصفية لذكرتها حضرات كل المهارات التي يمكن أن يتعلمونها أعتقد أنه مهم لها أنهم يتواجدون في المركز نفسه تعليم عن بوض هذا شيء آخر لا أعتقد أن الطفل حتى لو لم يأخذ في مسألة تعليم عن بوض لا يأثر عليه بشكل جيد وبشكل كبير جدا مثل لو كان يأخذه في المركز صحيح نقطتين مهمة أكيد التعليم المباشر والتعليم موجود الطفل في المركز في بيئة طبيعية أكيد بيكون أسهل وأحسن وأفضل للطفل ويستفيد بشكل إيجابي بشكل أسرع بزيد عدد الساعات الدراسية للطفل بزيد عدد المختصين الممكن يتعاملوا مع الطفل بشكل يومي وكمان ما ننسى الجانب الاجتماعي أنه وجود طفل في البيئة الطبيعية مع زملائه بساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي وكمان الدمج المجتمعي اللي نحن دائما بنسعى إلهم مع الأطفال اللي عندهم اترابط الفتوحد ساكم الله ألف خير بتأكيد شكرا لتشعر الجهد تويانا اليوم دكتورة سيهام الحميمات مدير مركز الشارقة للتوحد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شكرا دكتورة أهلا وسهلا فيك شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة إلى اللقاء هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية